السلام عليكم لدينا اليوم ثلاث أخبار بعجالة الخبر الأول يخص مدينة كيمنتس بعد أن حصلت تسريبات لبيانات الشرطة فيها طلب الاعتقال الخاص باللاجئ العراقي المتورط والمتهم مع لاجئ سوري بالقتل بخصوص الشاب دانييل الألماني من أصول كوبية الخبر الثاني عن رحلة ميركل إلى إفريقيا وانتقادها انتقاد شاد يعني انتقاد قوي قالوا لها كيف تتركين البلاد في هذه الحالة وتذهبين في جوالات عالمية الخبر الثالث عن معاناة اللاجئين خصوصا لاجئين من سوريا من أفغانستان وباكستان على الحدود البوسنية تعرفون طريقة البلقان الغوليق وهناك على الحدود البوسنية يحاولون للدخول إلى كرواتيا وبذلك الدخول إلى الاتحاد الأوروبي يتلقون يعني يعيشون معاناة صعبة واعتداءات قوية من الشرطة الكرواتية فلنبدأ بالخبر الأول تسريب بيانات وتسريب بيانات خاصة بالشرطة والنيابة العامة حول طلب اعتقال اللاجئ العراقي هذا الأمر خطير جدا بحيث أنه بدأت هناك تحقيقات كيف وصل اليمين المتطرف إلى بيانات هامة خاصة فقط بالنيابة العامة الألمانية وخاصة فقط بالشرطة الألمانية هناك الآن تخوفات هل هناك من اليمين من يشتغل داخل أجهزة الحكومة وداخل أجهزة الدولة صراحة هذا الأمر أخاف عدد كبير من الناس وكما تلاحظون توجد مجموعة على الواتس أب هذه المجموعة هي مجموعة يمينية متطرفة تسمي نفسها برو كيم نيت عندهم جروب على مجموعة على الواتس أب وعلى الفيسبوك قاموا في تلك المجموعة على الواتس أب كما تلاحظون هنا نشر على التويتر كما تلاحظون هنا قاموا في هذه مجموعتهم على الواتس أب قاموا بنشر البيانات وهذا يعني الطلب الرسمي الطلب الرسمي لاعتقال اللاجئ العراقي وكان هناك طلب آخر رسمي لاعتقال اللاجئ السوري وبذلك نشر الطلب الرسمي الآن على الإنترنت لا يعرف كيف وصل هذا الجروب الذي يوجد هنا على التويتر كيف وصل هذا الجروب الذي يوجد على الواتس أب كيف وصل إلى هذه البيانات الخطيرة الآن يوجد تحقيق من عند الشرطة الألمانية وتخوفات كبيرة هل هناك من اليمين المتطرف من هو داخل أجهزة الشرطة الألمانية في مدينة زكسن انتقادات كبيرة أيضا من السيد وزير الداخلية ووعود بأن يصلوا إلى الحقيقة كيف وصلوا إلى هذه الورقة المهمة بذلك نشر اسم اللاجئ العراقي ونشر اسم اللاجئ السوري الآن على الأنترنت وهذا أمر خطير وتخوفات من أن يتم الاعتداء على عائلتهم ومن هم الأشخاص الذين هم داخل أجهزة الشرطة يشتغلون مع العنصريين أمر خطير جدا نتمنى بأن الشرطة الألمانية والتحقيقات تصل بسرعة إلى معرفة من هم هؤلاء الأشخاص الذين يشتغلون في أجهزة الدولة كما تلاحظون جريدة البيلت قالت في وطننا في ألمانيا يعني توجد فوضى وحريق ومشاكل وميركل تذهب إلى إفريقيا انتقدوا شيئا ما لماذا السيدة ميركل تسافر في هذه الأثناء إلى إفريقيا بدل الاهتمام والذهاب إلى مدينة كيمنيتس ورؤية الأوضاع لأنه ولا مسؤول حكومي ذهب حاليا إلى مدينة كيمنيتس من أجل تقصي الأوضاع لكن السيدة ميركل سوف تسافر إلى دولة السينيغال دولة غانا ودولة نيجيريا وتعمل أوفنزيفة في أفريقيا يعني هجمة هي من ترغب بالذهب إلى إفريقيا من أجل الحديث هناك مع الدول كي تجد حلولا لمشكلة الهجرة الغير الشرعية السنة الفائتة كانت زارت مجموعة من الدول من بينها مالي، النيجر ساحل العاج، إيتوبيا، مصر، تونس وهذه الأمور كلها من أجل إيجاد حل لمشكلة الهجرة إلى أوروبا أصدقائي الخبر الثالث متعلق كما تلاحظون به أخذت لكم من الطاقس شو هنا يوجد فيديو أنصحكم بمشاهدته لا أستطيع أن أقوم بفتحه الآن لأن الحقوق الفيديو تملكها الطاقس شو كما قلت لكم عدد كبير من اللاجئين عندما غلق طريق البلقان يحاولون القدوم عبر طريق البوسنة ومن البوسنة يدخلون إلى كرواتيا ومن كرواتيا يأتون إلى ألمانيا فرنسا أو يطلعون إلى السويد في البوسنة عند الحدود البوسنية الكرواتية عدد كبير من اللاجئين وحسب التقرير قالوا بأن أغلبهم من إخواننا في سوريا أفغانستان وباكستان تعرضوا إلى عنف وإلى ضرب من عند شرطة الحدود الكرواتية اعتدت عليهم بشكل قوي وبشكل قاسي ومنعتهم من الدخول إلى كرواتيا وهم يعانون هناك على الحدود لا أكل لا مشرب عدد هائل منهم أنصحكم بمشاهدة التقرير صراحة تقرير مخيف جدا جدا إذن أعزائي أشكركم وأشكر كل متابعي هذه القناة شكرا لتشجيعكم لي شكرا لكم بارك الله فيكم هدف الأول والأخير هو أن تكونوا دائما على معرفة بكل ما هو جديد في ألمانيا أن تعرفوا الأخبار أول بأول حصريات أخبار موتوقة لأنه لا نريد أن يعني الناس تعيش هنا في ألمانيا ولا تعرف أي شيء ولا نريد أن نسمح للإشاعات أن تنتشر والأكاديب أن تنتشر لذلك دائما عندما آتي من الشغل أعمل لكم فيديو عن الأخبار كي تعرفوا كل شيء مرات عدد كبير من الأصدقاء يقولون لي يعني هم من يشرحون لأصدقائهما الألمان في العمل الأخبار لأنه من خلال ولله الحمد هذه الفيديوات التي نقوم بها مع بعض هي فيديواتنا طبعا أنا وأنتم أصدقائي أصبحت الناس على معرفة بعدد كبير من الخبايا شكرا لكم شكرا لتشجيعكم لا أريد منكم أي شيء سوى فقط أيضا أن تتشجعوني أفرح إذا أعطيتم إعجاب إذا نشرتم الفيديو إذا نشرنا معرفة إذا نشرنا معرفة سياسية أريد أن تعرفوا كل معرفة سياسية وتفهموا كل الخبايا ولا يهمكم بالناس الذين يحاولون نشر الإشاعات والأكاديب لا يهمكم هؤلاء الناس فقط أنتم ابقوا على هذا المنوال نوروا نفسكم تعلموا اللغة وتعرفوا على الحياة السياسية جميل جدا شكرا لكم برك الله فيكم أحبكم في الله أحبكم كثيرا وسوف نستمر بإذن الله على هذا المنوال إلى اللقاء السلام عليكم